وفي السياق ذاته قالت الصين إنها منفتحة على اجتماع مع وزير الدفاع الأمريكي على هامش منتدى أمني إقليمي في كمبوديا هذا الأسبوع في مؤشر على تحسن العلاقات بعد اجتماع زعيمي البلدين في وقت سابق لهذا الشهر وأوضحت وزارة الدفاع الصينية أن بكين تتبنى موقفا منفتحا وإيجابيا مع واشنطن وعقد الرئيس الصيني شي جيم بينغ ورئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعات حول هذا الموضوع وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين في أول اجتماع مباشر بينهما منذ تولي بايدن منصبه في أوائل عام 2021 ترجمة نانسي قنقر